تونس ماضية في مصار التغيير السياسي وإعادة بناء الدولة بعد سنوات من الانسداد السياسي الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن عن تشكيل لجنة تطلع بتأسيس جمهورية جديدة على أن يتم الاستفتاء على مخرجاتها في الخامس والعشرين من يوليو المقبل في شكل دستور جديد للبلاد كما أعلن عزمه تكليف هيئة للإعداد لحوار وطني مشددا في الوقت ذاته على أن الأطراف الساعية إلى إسقاط الدولة والعبث باستقرارها لن تشارك في هذه اللجنة هناك مرحلة الإعداد وقد بدأنا فيها بالاستشارة ثم تأتي مرحلة سياغة هذه المطالب في مشروع يعرض بعد ذلك على الاستفتاء في الموعد المحدد وهو الخامس والعشرون من شعر جويلية القادم الرئيس التونسي تعهد أيضا بعدم الرجوع للوراء وعلن رفضه الصلحة والتفاوضة مع من وصفهم بالمخربين والفاسدين يطالبون بالحوار ولكن أكرر اليوم أن لا آت الثلاثة وهي لا صلحة ولا تفاوضة ولا اعتراف بمن خربوا البلاد وعاثوا فيها فسادا وليعتبر هؤلاء أنفسهم من الماضي مواقف الرئيس التونسي سبقتها دعوة جديدة من الأمين العام للإبتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إلى ضرورة إطلاق حوار وطني شامل وفي أقرب وقت لتفادي انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق هي مرحلة استثنائية تمر بها تونس في ضوء أزمات تعصف بها على كافة المستويات تحركات رئاسية للخروج من المرحلة الانتقالية تأتي في ظل إجماع تونسي على ضرورة الحوار واستبعاد القوى والأحزاب التي يقول التونسيون إنها أسهمت في قيادة البلاد مرغمة نحو الوضع الراهم